قرج الألاف في ليبريا إلى الشوارع العاصمة موندروفيا في احتجاجات على الفساد والتدهور الاقتصادي الذي يلقي الكثيرون بمسؤوليته على الرئيس ولعب كرة القدم السابق الذي كان يحظى بشعبية واسعة جورجوية ومن أهم أسباب الاحتجاجات ركود الاقتصاد حيث لا يزال معظم الناس يعيشون في فقر مطقع وفضيحة في العام الماضي فقدت البلاد فيها أوراق نقدية جديدة قيمتها 100 مليون دولار خصصة للبنك المركزية وتضرر اقتصاد ليبريا بشدة بسبب تفشي الإيبولا بين عامي 2014 و2016 مما أسفر عن مقتل الألاف إضافة إلى انخفاض أسعار الصادرات الرئيسية بالثخام الحديد والمطاط وتراجع المساعدات الأجنبية